الأهلي يفجر المفاجأة ويخطف أحمد قندوسي من الزمالك لمدة أربع سنوات ونصف في بداية الفيديو أرجو من حضراتكم الضغط على زر لايك أسف الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد يوميا أعلن الأهلي مساء اليوم السبت التعاقد رسميا مع أحمد قندوسي لاعب وسط وفاق السطيف الجزائري لمدة أربع أعوان ونصف العام أي أن اللاعب مستمر مع القلعة الحمراء حتى نهاية موسم 2027-2026 قندوسي هو رابع صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية بعد ضم مروان عطية من الاتحاد السكندري ومحمد الضوي كريستو من الندم الساحلي واستعارة خالد عبد الفتاح من سموحة وسيكون قندوسي هو اللاعب الأجنبي الخامس في صفوف الأهلي بعد الرباعي التونسي علي معلول والمالي إليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسيتاو والبرازيلي برونو سافيو إضافة إلى كريستو المقيد تحت السن وفقا للوائح الاتحاد الكرة المصري ورغم أن قندوسي لا يلعب في مركز المهاجم الصريح إلا أنه يتصدر قائمة هدافي الدوري الجزائري برصيد ثمانية أهداف بعد انقضاء 15 جولة وسيضيف قندوسي قوة لمركز صانع الألعاب في صفوف الأهلي الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب وتأتي صفقة قندوسي رغم أن مارسي كولر مدرب الأهلي طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي كأولوية في فترة الانتقالات الجارية لعدم اقتناعه بقدرات مهاجمية إلا أن مصدر بالأهلي أكد في وقت سابق من اليوم أن التعاقد مع قندوسي لا يعني عدم ضم مهاجم جديد في الساعات الأخيرة من المركات الشتوي الذي ينتهي بنهاية يناير الجاري ومن المقرر أن يتعاقد الأهلي مع مهاجم جديد تحت السن كما حدث في حالة كيرستو الذي لا يدخل ضمن أجانب الفريق الخمسة وعلى الجانب الآخر ورغم أن قطاع كبير من جماهير الأهلي كان ينتظر ضم مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي إلا أن صفقة قندوسي الذي يتميز أيضا بنزعة هجومية ستحظى بمكانة خاصة لدى جماهير الفريق الأحمر كونها جاءت بعد ارتباط اسم اللاعب الجزائري بالانتقال إلى المنافس التقليدي الزمالك وسعى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية للتعاقد مع قندوسي لتدعيم خط وسطه بعد رحيل زكريا الوردي المحترف الخامس بالفريق من ناحية وإعارة يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق من ناحية أخرى وتقدم الزمالك بعرض لاستعارة قندوسي حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 400 ألف دولار لكن النادي الجزائري رفض مبدأ الإعارة ورحب بالتخلي عن اللاعب نهائيا وقال محمد خلف المسؤول الإعلامي لوفاق السطيف في تصريحات إزاعية الأسبوع الماضي أن النادي يمر بأزمة مالية وبالتالي يريد بيع قندوسي في صفقة نهائية للاستفادة من الأموال في الوقت الحالي وأشار خلف وقتها إلى أن قندوسي يملك عرضا من أحد الأندية الجزائرية مقابل مليون دولار لكنه شدد على أن اللاعب يستحق دفع أكثر من هذا المبلغ ويفضل الاحتراف خارج الجزائر وبعد تصريحات خلف تقدم الزمالك بعرض جديد حسب ما ذكروا مصدر بوفاق السطيف مقابل 800 ألف دولار لكنه لم يرتقي إلى تطلعات النادي الجزائري وبحسب تصريحات خلف الأسبوع الماضي لم يقدم الأهلي أي عرض خلال تلك الفترة ما يعني أن إدارة القلعة الحمراء حسمت الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان المسؤول الإعلامي على القيمة المطلوبة ولا تعتبر صفقة قندوسي هي الأولى هذا الموسم للأهلي بعد ارتباطها بالزمالك حيث سبقها انضمام مروان عطية من الاتحاد بطريقة مشابهة وكان عطية قريبا من الانضمام إلى الزمالك وحصل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء على وعد من محمد مصلحي نظيره بالاتحاد السكندري بضم اللاعب حال رحيله عن زعيم الثغر مقابل ما يقرب من 12 مليون جنيه حسب تصريحات سابقها لمرتضى لكن الأهلي انقضى على الصفقة وأغرم صلحي بمقابل ما لي أعلى لم يكشف الناديان عنه لتتحول وجهة عطية من الزمالك إلى الفريق الأحمر ورغم ذلك كشف عطية في تصريحات تلفزيونية عقب مشاركته في مباراة القمة أنه لم يكن يرغب في الانضمام إلى الزمالك واختار بعرادته اللعب لمتصدر الدوري المصري حالياً